بسم الله نستهل التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم معالي الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء في الجمهورية اليمنية الشقيقة وذلك في مقر جناح اليمن في اكسبو عشرين عشرين دبي بحضور اسم الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية جرى خلال اللقاء مناقشة مجمل العلاقات الثنائية ومستقبل التعاون بين البلدين في شتى المجالات في ضوء روابط الأخوة التاريخية التي تجمع الشعبين الإماراتي واليمني فضلا عن استعراض مستجدات الأوضاع في اليمن لا سيما على الصعيد الإنساني كما تطرق نقاش إلى أبرز تطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وعدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك وكذا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم خلال اللقاء وقوف الإمارات إلى جانب الأشقاء في اليمن في كل ما يحقق لهم الاستقرار والرخاء ويمكنهم من تخطي المرحلة الراهنة لاستئناف مسيرة التطوير والتنمية بما يرقى إلى آمال وطموحات الشعب اليمني الشقيق ويكفل له مقاومات التقدم والازدهار من جانبه أعرب رئيس الوزراء اليمني عن تقدير بلاده لجهود دولة الإمارات الرامية إلى المساهمة في دعم خطط التطوير في البلدان الشقيقة عبر تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في المجالات الحيوية التي تخدم مجمل أهداف التنمية المستدامة والشاملة في دول المنطقة مهنئا سمو على الاستضافة الناجحة للحدث العالمي الكبير أكسبو 2020 دبي والذي يعكس نهج الإمارات الدائم في بناء جسور التواصل والتعاون البناء مع العالم وتفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ومعالي دكتور معين عبد الملك جناح دولة اليمن المقام في منطقة الاستدامة وما تضمه الأقسام الخمسة للجناح من معرضات تعكس جوانب من أحدى أعرق حضرات العالم إضافة إلى احتفاء الجناح بالمعرفة كأساس لتقدم الحياة مع استعراض الكيفية التي يمكن من خلالها المزوجة بين المعرفة القديمة والحديثة من أجل تحقيق إنجازات المستقبل حضر اللقاء والجولة سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا لأكسبو 2020 دبي وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم وعدد من الوزراء والمسؤولين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر